هلو يا بنات عاملين ايه? النهاردة الفيديو هيكون عن برفيوم من وهو من ده من كل مشكلتها خليني ابدأ لكم من البداية كده ثبتها ضعيف. هو برفيوم من الجديدة. نازل معي حاجة تانية تقريبا اسمها حاجة كده. ولكن انا يعني استهواني قوي ان انا اجرب الميموزة اسمها الميموزة دي اغريتني جدا حسيت ان الموضوع يبقى فيه قوي وانا بحب اللي على بودرة. آآ ده شكل الازايزة الباطل بتاعتهم شكلها لطيف وحلو قوي. كيوت كده بتحسي انها بنت حلالة يعني. خلينا نتكلم عن آآ ده على فكرة من الحاجات المشتريات الجديدة عشان كده ممكن تلاقوها عندي بالكرتونة رسة الحمد لله. ما رحتش. انا عادة ما بحبش احتفز بكاراتين البرفيوم عشان المكان عندي مش بيكفي ان انا اشيل كل البرفيوم في في الدولاب كلهم مع بعض. اوكي خلينا اقول ان البرفيوم ده آآ من اول ما بتشمي كده من الازايزة. لسه مرشتش اي حاجة. شمي ريحة جرين خضرة كده حمدية خضرة. مش حمدية سويت ابدا ما فيش ريحة سويت. في البرفيوم سخلينا نرش منه واحكي لكم عنه بقى لان انا بصراحة بصراحة عجبين. الامانة يعني. آآ البروفيوم ده ريحته كحولية قوي في البداية. خضرة جدا جدا كأنك مسكة ورق اشجار اخضر وبتقطعيه صغير وبتشمي ريحته. وبعد دلوقتي سانيتين تلاتة كده بدأنا ندخل في حاجة تشبه ريحة اليسمين. انا شم زهور بيضة. شم حاجة بتشبه اللايلك. آآ بدأت شم بقى. عارفين آآ براعم الربيع. عارفين البروفيوم ده زي ما كتبت لكم في البوست اللي نزلته لكم من كام يوم. البروفيوم ده بالنسبالي مناسب قوي 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 في التوقيت ده. هو الحقيقة بروفيوم حد آآ جرين سيترس مفوش. اي سويتنس. وبرضو للازواء الخاصة جدا مش هينسب كل الازواء لان هو فعلا حد. آآ مش هتكلم عن السبات مش دي مشكلتي. الخضار اللي فيها جماعة ريحته آآ أرضية قوي ترابية جدا متشبه ريحة المطر على على الخضرة. آآ ريحة مش يعني مش وحشة طبعا ولكن مش مستصاغة على يعني حديث العهد بالعطور. يعني لو انتي لسه بتجربي البروفيوم زي لسه بتشوفي زوءك رايح فينه جاي منين ما تبدئيش بالبروفيوم ده. آآ ريحته الجرين قوي خضرة قوي ريحة عارفين ريحة البراعم بتاعة الورود اللي في الربيع بالليل. عارفين العبير ده او النسيم اللي اللي بالليل بتشم في ريحة كده آآ خضرة نادية آآ عطرية كأنها بتبقي مش عارفة دي ظهرت ايه ولا وردت ايه بس هو آآ بتشم ريحة كده بتفكرك آآ بريحة البراعم بتاعة الورود. مش ريحة ورد ناضج. لسه الورد آآ اخضر. لسه الورود خضرة. لسه الورد ما فتحش وظهرت منه ريحته المميزة. فتحسين هو كده من الروايح آآ اللي ليها علاقة ببراعم الظهور. يعني ريحة ازهار. ولكن ازهار خضرة غالب عليها الخضار. تحس البرفيم اخضر في ابيض يعني ورود بيضة في ياسمين. في ريحة آآ آآ اللي هو زي كده آآ ريحة خضرة جدا جدا بصراحة. ده اول آآ انطباعة. خلينا بقى لما يدى اقولكو هيبقى هيديني اي انطباعة. آآ بعد شوية كده بعد شوية من آآ هدوء العتر. طبعا الريحة الخضرة اللي هي البودرية بتحسي انها باوتر مش بطريقة الباوتر الميك اوب ولا طريقة الباوتر ليه الباوتر ابدا. آآ ولا بالباوتر اللي هي زي الميسك نضافة. لا. هي باوتر زهور. كأنك آآ ف imaging زهور الربيع دي لما بت آآ يعني الريحة الباوترية ريحة باوترية زهور. يعني تحسي انها زهور آآ زهور البيضة طبعا بتدينا الريحة الباوتر اوي. وطبعا اللي قائم عليه العطر ده هو الميموزة الميموزة دي يا جماعة هي زهرة صفرة كده بتحيسي انها وراءها او البتلك بتاعتها زي نقط صغيرة صفرة برضو كأنها براعم اصلا ريحتها حدة شوية فيها ريحة خضرة فيها ريحة خشبية ولكن بطريقة باودري بتحيسي انها فيها باودر بتدين هنت كده هنت من المسك ولكن هو مش مسك طبعا هو ريحة الزهرة دي ريحة الخضار بصراحة قوية جدا في البرفيم ده لو مش بتحبي الخضار ده البرفيم ده مش هيعجبك كمان زي ما قلتلكم هي ريحة زهور تبقي مش عارفة هي زهور ايه القاعدة بقى قاعدة خشبية جدا من جيل الهند وبعض النوتات الخشبية المفروض ان هي الزهور الموف دي اللي هم رسمينها هنا دي زهرة بنفسجية بتدين هريحة بتشبه اللايلك فعلا هي اللايلك والياسمين والهيليو تراب تحس ان هم كلهم واخدين من بعض بيدوا ريحة زي ريحة الزهور البيضة ولكن بطريقة بودري قوي طريقة بودرية كنت حسينها بودرية زهرية زهور بودرية على مسك اكتر منها على ريحة بودرة ريحة خضرة فراش منعشة جدا هي على الجلد سابتها مش عالي فعلا ممكن تقعد بالكتير قوي قوي يعني ساعة لربع ولكن على الملابس قعدت معايا تقريبا تلات ساعات على الملابس بس انا بعتبر نفسي من الناس اللي بترش كتير يعني انا بص شوية ده رشتهم مرتين تقريبا وانا بجرب البرفيوم فانا من الناس اللي بترش رشة اتنين البرفيوم ده بالنسبة لك مش عالي معك اي حاجة ولكن ريحته مميزة لو انت بتحبي العطور الربيعية الزهرية اللي ريحتها انت لوحدك هتستمتع بيها لان هو مش من العطور اللي هو كل الناس هتقول لك واو ايه البرفيوم ده لا هو مش ده ولكن هو بالنسبة لك انت هيبقى لو انت بتحبي تجرب العطور وتستصيغي يعني الخلطات الفنية اللي معمولة في العطر وبتحبي تتعرفي على انواع من النوتات اكتر فهنا هتقدري تتعرفي على نوتة زي الميموسة لو انت ما تعرفيهاش هتعرفيها في العطر ده هتقدري تتعرفي كمان على الهيليوتروب او الياسمين ازاي ريحتهم بتيجي بشكل باودري البرفيوم ده يعني ممكن يبقى جايد ليكي يعرفك بعض رواقح الظهور ولكن هل هو عطر الناس هتشمه وتقولك الله البرفيوم ده لا هو مش الاتجاه ده وهو مش وحش ابدا ولا هو الناس هتقولك ريحت وحشة بس اقصد منه انه هو مش برفيوم جذابي يعني لا هو برفيوم منعش سبرينج ربيع بينعيشك انت شخصيا تقدري تحطيه بعد الشهر وتستمتعي بريحة حلوة وانت قاعدة تشربي فنجان القهوة مثلا يعني برفينات من البرفينات اللي تحطك في موت خاص لو هو على زوقك قوي زي ما قلتلكم قبل كده رأيي انا دايما بشوف ان كل برفيوم فيه خلطة وميكس فني كده يقدر ويحترم طبعا انا بحب بقى اتعرف عليه فالبرفيوم ده ليكي لو انت من الناس اللي بتفكر بالطريقة دي ولكن لو عايزة برفيوم تختري برفيوم عشان ترشي منه ومناسباته بتاع لا مش ده مش ده البرفيوم اللي ممكن تختريه بس هو ممكن تختريه في وقت الصباح وقت العمل لو انت بتحطي في مكان العمل منعش حلو مش هيدايق حد ابدا محطش هيقولك ريحة تخنق او تدايق السويدنس اللي فيه معقولة جدا وخفيفة جدا بتظهر اصلا في النهاية سويدنس خفيفة جدا 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 زي ما قلتلكو هو اجمالا عطر باودر يه خفيف قوي بودرة ظهور مش باودر اللي هو باودر باودر سويدنس قليلة جدا جدا ما تكملش خمستاشر في المية من العطر ريحة الازهار زي ما قلتلكو تحسلونها ازهار خضرة براعم خضرة ريحة ورق اخضر كراشد كده او مكسر ومبلول بقى بشوية مية مسلا عارفين احساس الندى على الورق الاخضر الصبح او بالليل في الربيع هو ريحة دي بالزبط ريحته بصراحة انا قدرتها وعجبتني عجبتني قوي وكمان لما بتهدى السويدنس بتاعته بتزيد بتبتت تحسي والباودر النس بتاعته بتزهر اكتر فهو في النهاية بيبقى عطر حل ولكن لديته حد خضرة حمدية شوية على ظهور بيضة عطر كلاسيكي في رأيي ولكن استني عليه آآ عشر خمستاشر دقيقة واستمتعي بريحة الباودر السويد ولكن رشي منه بكمية محترمة عشان تقدري تشمل عطر ما تظلمهوش آآ بس ده كان آآ رأيي عنه ما ندمتش ان اشتريته خالص سعره اصلا ما كانش كتير دائما كمية خمسة وتلاتين جنيه مصري آآ اتمنى تقولولي رأيكم مين جربوا مين بيفكر يجربوا بعد الريفيو او مين ما فكرش او مش هيفكر ابدا يجربوا بعد الريفيو آآ لو او مرة بتتابعيني او او مرة يعني بتشوفي الفيديو ما تنسيش تتابعيني وتعملي لايك وسابسكرايب لو عجبك المحتوى وتفاصيل البرفانات اللي بقدمها لكم اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي بابا بابا